اسم التجربة العدسات المحدبة والبعد البؤري الهدف من التجربة وصف العلاقة بين بعد الصورة عن العدسة الرقيقة المحدبة مع كل من بعد الجسم والبعد البؤري عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة الحذر عند التعامل مع العدسات أدوات التجربة شمعة عدسة محدبة رقيقة مصطر مترية حامل عدسات لوح من كرتون خطوات إجراء التجربة نضع المصطرة المترية على طاولة المختبر حتى تتزن على حافتها وتظهر الأرقام معتدلة على أحد جانبيها نضع العدسة المحدبة على حامل العدسة ونثبتها على المصطرة المترية بين التدريجين 10 سنتيمترات وأربعين سنتيمترا اعتمادا على البعد البؤري للعدسة نضيء الشمعة ونضعها بجانب طرف المصطرة المترية على أن يكون مركزها عند التدريج 0 للمصطرة المترية نحمل لوح الكرتون بحيث تكون العدسة بين الشمعة واللوح نحرك لوح الكرتون إلى الأمام وإلى الخلف حتى تظهر صورة مقلوبة واضحة للشمعة بأطراف حادة قدر الإمكان نسجل بعد الشمعة عن العدسة D.O وبعد الصورة عن العدسة D.I نحرك العدسة إلى موقع آخر بين 10 سنتيمترات وأربعين سنتيمترا ونكرر الخطوتين الخامسة والسادسة ثلاث مرات نسجل البيانات في جدول كالآتي نحسب البعد البؤري باستعمال العلاقة الرياضية الآتية نسجل النتائج في جدول ونمثلها بيانيا بحيث يمثل المحور الرأسي بعد الصورة ويمثل المحور الأفقي بعد الجسم كالآتي النتائج عند سقوط الأشعة الضوئية على العدسة المحدبة فإنها تنكسر حسب قوانين الانكسار وتتكون عنها صورة حسب موقع الجسم من العدسة ويمكن إيجاد البعد البؤري للعدسة المحدبة باستعمال معادلة العدسة الرقيقة التي تنص على أن مقلوب البعد البؤري يساوي مجموع مقلوب بعد الصورة عن العدسة ومقلوب بعد الجسم عن العدسة كما أن التناسب بين بعد الشمعة عن العدسة وبعد الصورة عن العدسة عكسي فكلما ازداد بعد العدسة عن الشمعة قل بعد الصورة عن العدسة والعكس صحيح ترجمة نانسي قنقر